ضمن سلسلة ورشات قامت بها المفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني لصالح المنتديات الجاهوية لمنظمات المجتمع المدني خصوصا ما ينشط منها داخل هذه المكونة تأتي هذه الورشة بهدف تعزيز قدرات المنظمات العاملة في مجال توثق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان اندرج هذا اللقاء الذين تسرفوا اليوم بإطلاق أنشطته في إطار جهود مفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني الرامية إلى تحسيس الهيئات المحلية للمجتمع المدني حول أهمية نشر حقافة حقوق الإنسان من خلال دراسة ونقاش مضامين القانون صفر واحد وهلاهين 2015 المتضمن تجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية التي تشكل جريمة ضد الإنسان غير قابلة للتقادم وقد أكد القائمون على الورشة أن هذه العملية ستكون فرصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير سبول محاربة مختلف الانتهاكات المحرمة سيستفيد من هذه الورشة أعضاء مكونة حقوق الإنسان في المتدى يبلغ عددهم 20 منظمة وجهة وكذلك إضافة طبعا لرئيس المتدى هذا يدخل في صميم عمل مفوضية الذي هو عبارة عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وضامين الاتفاقيات الدولية وكذلك المواءمة إذن هي فرصة للمشاركين للإطلاع على المجهود المقام به من طرف قطاع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني وعلى علاقة المجتمع المدني من أجل تعزيز قدرات منظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وإمدادهم بالوسائل والآليات والتقنيات وتهدف هذه الورشة إلى ترقية التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها من قبل الجمهورية الإسلامية الموريتانية حنر أصطفى فابو الموريتانية مدينة روسو